أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْتِقُوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحيط لا تأخذه سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعب عسيه السماوات والأرض وسعب عسيه السماوات والأرض ولا يؤده عفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكر بالطاقوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة والخطى لن فصام لها الله سميع علي الله ولي الذين آمنوا يخجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاقوة يخرجوا لهم من المر إلى الظلمات أولئك أصحاب المرهون فيها خالطون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبني ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بشغل من المشرق فأتي بها من المضرب فبهت الذي كفر والله لا يهدر قوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خابط على عروشها قال أن ما يقعي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام من ثم بعته قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نمشدها ثم ونكشدها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أذنه كيف تحب الموتى قال أولا تؤمن قال بلى ولكن يطمئن ما قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فصلهم إليك ثم اجعل علاكم جبل منهم جزءا ثم ادعوهم يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يمجحون أموالهم في سبيل الله كمثال حبة بأنبتت سبع سمابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذي لا يمجحون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتمعون ما أنفقوا من مو ولا أدى لهم أجره المعين عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن قوله معروف ومقرة الخير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كمثله كمثل صفان عليه اقراضه فأصابه وعبده فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهجي القوم الكافرين ومثال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتحديتهم من أنفسهم كمثل جانت بربوة أصابها وابنهم فآتت لها بعفين فإن لم يصلها وابنهم فطلوا الله بما تعملون مصير آيوات واحدكم أن تقول له جنة من نقيل وأعناب تجري من تحدي الأنهار له فيها ميهان التمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها يعصار فيه نار فاحترقت فذلك يبير الله لكم الآية لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبة ما كسبتم منه ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسهم بآخره إلا أن تغبضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقرى يأمركم بالفحشا والله يعدهم مقرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد ألتها خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذقتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصلقات فانح ماهي وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن من الله يغدي من يشاء وما تنفقوا بالخير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بقضاء وجه الله وما تنفقوا بالخير وفا إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أقلياء من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس الحافى وما تنفقوا من خير فإن الله به علي الذين ينفقون أموالهم بالليل وأنهار سواء وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون اللباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط للشيطان من المس ذلك بأنهم ظالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعد الضوء من ربه فانتهى فلهما سلام وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب المال هم فيها خالد يمحب الله الرباء ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أتيم إن الذين آمنوا عم الصالحات وأقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا تقل الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرق من الله ورسوله وإن تبتم فلقوا بصوة أموالكم لا تظلمون ولا أعلمون وإن كانت أسركم فندرت إلى ميسرا وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفسهم ما كسبت وهم لا يؤلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينكم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليولد الذي عليه الحق وليكتب الله ربه ولا يدخص به شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبها أو ضعيفا أو لا يستطيع أيه الله فالهم الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرطن ومرأتان من من ترضون من الشهداء من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دونت ولا أسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط حمد الله وأقوم بالشهادة وأدناء لا تنفابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم مناحا أن لا تكتبوها وأشهده إذا تبالاتم ولا يضار كافر ولا شهيد فإن تفعلوا وإن تفعلوا فإنه فصوكم بكم واتقوا الله ويعلموا الله والله بأول شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانهم قبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أمن أمانته وليطق الله ربه ولا تكروا الشهادة ومن يكمها فإنه آثم قلبه والله بما تعمل معلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أن أفسكم أو تقفوه يحاسبكم به الله فيغذر من يشاء ويعذب من يشاء والله على دول شيء قدير آمن الرسول بما أنسل إليه من ربه والأمنون قلوا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نطلق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يتلف الله نفسه إلا غصعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحضل علينا إسرام كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحضل لا ما لا قاقة لنا به وعفو عنه واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنيسرنا على القوم الكافرين سورة الآل عبران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام الله لا إله إلا هو الحي طيوم نزل عليك الكتاب بالحق صديقا ما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل الفرطان إن الذين كفروا بآيك الله له عذب شديد والله عزيز دون تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكماتهن أم الكتاب وأخرى متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكماتهن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه به ابتغاء الفتنة وابتغاء تأبيله وما يعلم تأبيله له إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به به من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدونك رحمة لنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم الله وعب فيه إن الله لا يخرج المعاد إن الذين كفروا لن تومي عنه عمواله ولا أولاده من الله شيئا وأولئك هو وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بجلوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستولدون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيتي في فئتين تقطا فئة تقطا في سبيل الله أمرى كافرة يرونهم ليهم رأي العين والله يعيب نصره من يشاء إن في ذلك لا عبرة للأبصار زين للناس كف الشهوات من النساء والبنين والقلاط المنطرة من الذهك والهجة والخير المصومة والأمعاب والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عندهم حصل المآب قل أونبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عندهم جنة تجريب تحدي الأنهار خالدين فيها وأسواج مطهرة ورضوان من الله خالدين فيها وأسواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفلنا ظنبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأن العلم قائما بالقسطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختنى فالذين أخذ الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وقيا بينهم ومن يكهر بآية الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه وقل للذين أتبعون من أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكون بآيات الله ويقترون النبيين بغير حق ويقترون الذين يكون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحقوا بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأكلهم قال ولن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يترون فكيف إذا جمعناهم يوم الله ريب فيه ووفيت بيد نفسهم ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك ترك من تشاء وتغزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتعلم من تشاء بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترسق من تشاء بغير حساب لا يتقذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيش إلا أن تتق منه تقاه ويحدد الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيش قدير يوم تجدد رسل ما عملت خير مطرى وما عملت لك سوء تود لو أرن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحددكم الله نفسه والله رؤون بالعباد قل إن منكم تحبون الله فاتبعوني يحبون الله يغفر لكم قلوبكم والله أفوف رحيمين قل أطيعوا الله وأطيعوا وسوزون فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم روحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت الوات عدوان رب إني نذرت لك ما في بطيب حر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم هلما وضعتها قالت ربي وضعتها أنساء والله أعلم بما وضعت وليس اتكرتك الأمثى وإن سميتها مريم وإن أعذتها بك وضويتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأمبتها نباتا حسن وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها لشغر قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرهي من يشاء بغير حساب هناك دعا سكريا ربه قال رب هبري من لتك ذنية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك في يحيى مصدقا بكلمة من الله بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي قلامه وقد بلغني الكبار وامرأت عاقره قال كذلك الله قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمسا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشع والإذكار وإذ قالت الملائكة يا ربي إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على لساء العالم يا مريم كنتي لربك واستدي واركعي مع الراكعين ذلك من أمباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يركونا قلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختسمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة لهم المصيح عيسى بن مراجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أن لا يكون بولد ولا بولسس بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإذن ما يقول لهم فيكون ويعلّه الكتاب ويعلّه الكتاب والحكمة والثورات والمنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنكف فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرق الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إنكم تؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثورات ولوحد لكم بعض الذي حلم عليكم ويؤتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأقيعون إن الله ربي وربه فاعبدونه هذا صراط مستقيم فلما أحزت عيسى منه فقال من أنصاري إلى الله قال الحواري لنحو أن أنصار الله آمنا بالله وشعر بأمنا مسلمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عسى ورافعك إلي ومطهدك من الذين كفروا وجاعتم الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحفظ بينكم فيما كنتم فيه تخبلكم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا كثم والآخرة وما له من ناصرين وأما الذين آمنوا عن الصالحات فيوفيهم فجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نفه عليك من الآيات وذلك الحكيم إن مثل عيسى عز الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لهم فيكون الحق من ربك فلا تكون من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فعلوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنتسنا وأنتسكم الحق من ربك فلا تكون من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فعلوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنتسنا وأنتسكم ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإلا الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتجب عدنا بعض الأرباب من دون الله فإن يتولوا فقفوا فنشهدوا بآبئة منا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما من ذلك الثوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يفرعيا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مستمع وما كان لنا المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الناس والذين عامنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضرون يكون وما يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكون بآيات الله وأم أنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تنبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا للذين نسل على الذين آمنوا واجهد مهار وفروا آخره لعلهم يرجعون ولا يؤمنهم إلا لما يتبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي أتاحد مثل ما أوتيتم أي أتاحد مثل ما أوتيتم أو يحاج عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يطيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من يتأمنه بإنطار يؤده إليك ومن من يتأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دلت عليك القائما ذلك بأم أنهم قالوا ليس علينا في أمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهن يعلم بلا من أوفى بأرضه والتقى فإن الله يحب المتقن إن إن الذين يسترون بعذب الله وأيمانهم ثمنا قللت أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يتلمهم الله ولا يملك إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلقون أنصنتهم في الكتاب لتحسبوه من الكتاب وبابوا من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون عن الله الكذب وهو من يعلم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والرقم والموتة ما يقول للناس كون عبادا لي من الله ولكن كون ربا ربين بما كنت تعلموا الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمر بالكفر بعد إذا أنتم المسلمون وإذا أخذ الله ميثاقا قبير لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق الإمام عكم تؤمن به ولتنسرون قال أقرركم وأخذتم على ذلك الحسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبقون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبقون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمان بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وعساق ويعفوض والأسقاط وما أنت يمسى وعيسى والمرجون من ربهم لا نفرق بين أحدهم منهم ونحن له نسلمون ومن يبتقي غير الإسلام دينا فلي يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين كيف يهدي الله أو من كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجواءهم البيرات والله لا يهدون قوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعن الله والملائكة الناس أجمعين خالدين فيها لا يقطب عنه العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم نزدادوا كفرا لم تقبل طوبتهم وأولئك هم ضال إن الذين كفروا وماتوا وهم غفار فلي يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ترجمة نانسي قنقر